تعالوا نتكلم على حاجة مهمة وتساؤل مهم جدا جدا بيتساؤلوا الناس وهم مقبلين على الزواج وكمان ممكن يسألوه هم داخل الزواج وهم صدرهم ونشرحة ان هم عايزين يحققوا السعادة الزوجية السؤال بيقول ايه؟ هو لازم كل واحد فينا يبقى حبه زي حب التاني وإحنا جايين نتجاوز؟ آه يعني وكأننا عايزين نسأل سؤال محدد هو لازم يبقى فيه كفاءة عاطفية زي ما فيه كفاءة مادية وكفاءة اجتماعية يعني لازم احنا الاثنين نكون مشاعرنا زي بعض ويبقى فيه مثل مشهور بيتدخل في وسط الكلام ده مثل مشهور بيتكلم على حاجة ممكن تكون بعض الناس بيقدموه على ان هي اقتراح وعلى ان هي حال يقولوا للست او يقولوا للبنت خد اللي يحبك وما تخديش اللي تحبيه ليه ربنا يسمحكم بتعملوا كده ليه؟ فالرجالة اول ما تسمع الكلام ده تقول هو ليه؟ طب وده ما ينطبقش علينا احنا كمان ليه؟ طب ما انا اخد اللي تحبني وما اخدش اللي انا بحبه ليه يعني ما يحصلش ده؟ هو المثل ده جاي عشان يعمل ايه؟ المثل ده اول قولي ده انا مش قادر اقول انه هو حكمة لانه هو في الحقيقة مش بالضرورة يكون حكمة هل المثل ده حقيقي ولازم نمشي عليه؟ واحنا بنختار شرك الحياة؟ في الحقيقة المسألة زي بصمة الايد انا بتكلم دلوقتي مع الناس المقبينة على الزواج اني ما ينفعش ان انت تضحك على منطقك وتضحك على نفسك وتقول والله الناس مش شبه بعضها وتكون منطقي هذه البنت او انت منطقي هذا الزوج من وسط رجالة كتيرة وانت منطقيها من وسط فتاة كتيرة لان هي فيها حاجة مختلفة لان هو فيه حاجة مختلفة وبعد كده تقول لا انا اهدر كل ده وإلا حاصل واجوز بناء على قاعدة واحدة اللي هي قاعدة خد اللي يحبك وما تخديش اللي تحبيه لا بدل الجواز زي بصمة الايد دي بتبقى كل حالة بحالتها وما ينفعش نعمم وإلا هنفسد على ناس كتيرة حياتها فيه ناس كتيرة اتجوزت فاتجوزوا اللي بيحبوهم فإلا حاصل انا نغلط في الاختيار ولا ايه أصلا ما اخترتش اللي بيحبني واخترت اللي أنا بحبه فمثلا ليه الناس بتقول انا هتجوز بقلبي مش بعقلي بيقولوا احنا لازم نفهم الناس بتقول كده ليه بتقول كده لان نهاية عندها معنى مفتقد أو أمنية عايزة تحققها فالبنات بيكونوا عاوزين يحبوا ويتحبوا ويكون ده ليه معنى ليه معنى ايه هو المعنى ده يعني عايزة حد يحن علي وحد يبقى شبهها ومش عايزة وعاوزة كمان واحد عنده كاريزمة ففي الحقيقة هي عاوزة اما الجمال بمقاييسها هي او شخص يملعنيها وده شيء مهم على فكرة في الجواز او عاوزة واحد يعوضها عن الاشياء اللي هي افتقدتها في حياتها سواء لان هي ما كانش عندها أبوها أبوها توفوها صغيرة او أبوها كان بيعملها بشيء من عدم الحنية تبقى هي عايزة ايه عايزة حد يقدر يعطيها هذه المعاني وهي دي معيارها